أمر الدخول في موجة جديدة متوقع جدا يعني ليس العراق بمنع ما يحدث في دول العالم هذا الاحتمال وارد ووارد جدا وكذلك احتمال دخول المتحور الجديد أيضا وخصوصا إذا لاحظنا أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية هو السمة الشائعة في أغلب مناطق العراق فهذا الاحتمال وارد لكننا مستعدون له ولحد لها لم تسجل أي إصابة من المتحور الجديد ولحد لها لم ندخل عمليا بالموجة الرابعة لكنه أمر متوقع في أي لحظة من جهة تطوير القدرات التشخيصية والعلاجية نعم زلنا من أعداد الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا ومن جهة أخرى التأكيد على ضرورة التزام بالإجراءات الوقائية وبكل صراحة التزام ضعيف استجابة ضعيفة وارتداء الكمامة يكاد يكون ظاهرة نادرة جدا في أغلب المدن العراقي مع شديد الأسف رغم كل نداءات الوزارة وبياناتها المتعاقبة تقريبا بشكل يومي الإقبال جيد وجيد جدا لكننا نطمح إلى مضاعفته نأمل أن نصل ونزيد من عدد المتلقين للقاحات من 100 ألف إلى 300 ألف كل 24 ساعة والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية هذا القرار يا أخي حصرا راجع لصلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهي لجنة اتحادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سيكون هناك اجتماع قريبا حول المستجدات وتعلن بشكل رسمي من خلال المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء